للشرق الأوسط الحرب الروسية الأوكرانية صعوبات تحول دون الالتزام بعيد النصر لا يزال تاسع من ما يؤيار الموعد المرتقب لإعلان موسكو إحراز تقدم كبير في الحرب على أوكرانيا وذلك في الذكرى السنوية للنصر على ألمانيا النازية الذي تحتفل به روسيا في العادة بعرض عسكري ضخم وكلمة للرئيس فلاديمير بوتين بيد أن اقتراب الموعد لم يحمل تبدلات ميدانية تذكر في إقليم الدونباس الذي أعلنت روسيا أن تحريره هو هدفها من هذه الحرب ويفسر عدد من المراقبين بطء التحضيرات الروسية لبدء المرحلة الثالثة من العملية العسكرية بصعوبات كبيرة تواجهها القيادة العسكرية الروسية وبالإخفاق في الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت أثناء المعارك قرب كييف وفي الشمال الشرقي الأوكراني ترجمة نانسي قنقر